من أشهر أسباب آلام أسفل الظهر شيوعا بين الناس وبين المجتمع اللي هي الآلام التي لو نخذناها بطريقة تشريحية تكون العضلات الموجودة مشدودة فكثير من العضلات تكون آلام أسفل الظهر تفسيرها العضلات ثم إذا تجاوزنا العضلات نبدأ في الناحية التشريحية للجسم تكون آلام أسفل الظهر في خشونة أسفل الظهر شائعة جدا والخشونة متمثلة في المفاصل الوجهية الخشونة متقدمة تكون فيها وتعطي آلام كثيرة في أسفل الظهر ثم الدسكات أو الغضاريف الأمامية ثم الضغط على الأعصاب هذا أيضا من أسباب آلام الظهر ثم المفصل الحرقوفي هنا طبعا غلبها تدور حوالي الخشونة ومشاكل الخشونة في أسفل الظهر بعض الأنواع الأخرى طبعا الأقل شيوعا اللي هي تكون الالتهابات البكتيرية أو الحادة والصديدية في الدسكات الموجودة أو بعض الأورام كانت حميدة أو كانت غير ذلك وأيضا الإصابات اللي هي الكسور مثل حوادث السيارات أو الإصابات الرياضية اللي قد تؤثر على العظام والفقرات الموجودة فهذه هي تقريبا أشهر المسببات لألام أسفل الظهر اللي تكون لها علاقة بالعمودة الفقرية بعض الأحيان تكون ألام في أسفل الظهر بس جاي من أماكن أخرى تكون من البطين ومن العضاء الموجودة هذه طبعا أقل شيوعا وأكثر ندرة ترجمة نانسي قنقر